اشتركوا في القناة طالت تبعات الجائحة العالمية كوفيد-19 كافة مناح الحياة وكانت الآثار الصحية لفيروس كورونا شديدة على فئة كبار السن لسيما الذين يعانون من الأمراض المزمنة لتأثيرها على جهاز المناعة وتأثرهم بعدو الأمراض بشكل سريع وشديد الفريق الوطني الطبي للتصدي لفيروس كورونا لطالما أكد على ضرورة مراعاة كبار السن والمصابين بالأمراض الكامنة بشكل خاص والذين يشكلوا الفيروس خطرا على صحتهم وسلامتهم بشكل أكبر كما أدعوكم للحفاظ على أهلنا كبار المواطنين فالرجاع عدم مخالطتهم في هذه الفترة خصوصا ذوي المناعة الضعيفة والأمراض المزمنة قدر الإمكان وضرورة التزام بالتدابير الوقائية داخل البيت الواحد وذلك لتجنب احتمالة نقل العدوى لهذه الفياة كونهم أكثر عرضة لمضاعفات فيروس الكورونا ولضمان صحة وسلامة كبار السن ومن يعانون من الأمراض المزمنة لشنت وزارة الصحة مبادرة هي الأولى من نوعها في المنطقة وذلك عبر تدشين وحدات متنقلة توفر خدمة التطعيم من خلال طاقم طبي يقوم بزيارة المسن وإعطائه التطعيم في منزله وذلك بهدف توفير الحماية اللازمة ضد فيروس كورونا من خلال المناعة التي ستوفرها جرعات التطعيم المضاد للفيروس مع التأكد على عدم التهون في تطبيق الإجراءات الاحترازية جميع الأشخاص الذين ذكرناهم سابقاً اللهم أكثر عرضة إلى الإصابة والمضاعفات ولا سمح الله الوفيات هم معرضين بنفس الدرجة مع الفيروس المتحول السلالة الجديدة وخصوصاً كبار السن مثل ما تفضل أخي الدكتور مناف فهم أكثر عرضة للإصابة وأكثر عرضة للمضاعفات وبالنسبة إلى كبار السن والأشخاص الآخرين الذين لديهم أمراض كامنة تسبب نقص في المناعة هذه الأشخاص تكون الأعراض عندهم نسبتها جداً بسيطة في المراحل الأولية ولكن تتطور بسرعة إلى مراحل شديدة وممكن تكون توصل إلى العناية القصوى وهنا تحتم المسؤولية الفردية على كل شخص حماية ذويه من كبار السن وأصحاب الأمراض المزمنة من خلال عدم مخالطتهم قدر الإمكان بالإضافة إلى ضرورة الالتزام بالتدابير الوقائية حتى داخل البيت الواحد لتجنب أحتمالية نقل العدوى إليهم كونهم الأكثر عرضة للمضاعفات الصحية الناتجة عن الإصابة بفيروس كورونا